من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 242 ألف فحص جديد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما ساهم في الكشف عن 3072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 45527 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة عشر حالات مصابة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1296 حالة هذا وأعلنت الوزارة عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 389304 حالات ترجمة نانسي قنقر